بعد عرض حلقة خاصة في الموسم الأول من برنامج لكي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد استضافت أسرة البرنامج الطفل خالد الربابعة وذلك للحديد عن اضطراب طيف التوحد وإحنا بدورنا تابعنا الطفل خالد وفي وسط مليء بالفرح احتفل في إطلاق أولى رسوماته في معرض جالري إطلالة الويب دي للفنون التشكيلية تحت عنوان شغف الأنامل الواعدة وذلك بحضور وزيرة الثقافة السابقة باسم اللينسور أنا خالد عبد الرحمن أحمد الربابعة عمري عشر سنوات وأنا من رسمت هذول معدى واحدة رسمة القارب لعسمتها بنت خالي ورسم هذول اللوحات بطريقة الألوان الزيتية وكانت بحلمي وحيد أن أصير مشهور ولذلك إذا رسمت هذول اللوحات سأصير مشهور أنا أحب الرسم كثير وأتمنى أن أصوي معرض إلي لنفسي وكل اللوحات أنا أتبرسمهم وأتمنى لو كانت القلوري أصير لأنه لبنعتها طبعاً كطفل توحد خالد حبيت أنه أنمي في موهبة الرسم كان هو عمره أربع سنين وخمس سنين يرسم لحاله رسمات إبداعية بس لفترة انقطع عن الرسم فاستشرت للفنانة وفائل جريري بموضوع خالد فأخذته عندها ورجعت أنه رجعت له موهبة الرسم بالتدريب والمحاولة وفعلاً يعني أثبت جدارة خالد ورسم لوحات كثير حلوة زي ما هلأ رح تشوفوهم وإن شاء الله يعني أنا بطمح أنه يعني خالد يعمل معرض شخصي لإله أستمر يعني بتدريبه ومتابعة موهبته بالرسم لحد ما أنه يعمل معرض شخصي لإله هم صراحة أطفال التوحد يعني بنسميهم السهل الممتنع إذا أنت عرفت مفتاح طفلك شو هو والأسلوب اللي بيحبه ابنك واللي بتجاوب معه ففعلاً أنت ملكته وفعلاً أنت طلعت منه إنسان رائع جداً بس إذا أنت ما عرفت كيف تتعامل مع ابنك أكيد ما رح تطلع بنتيجة بالمرة وبالعكس رح ينعكس سلباً على ابنك يعني فكل طفل فيه إله أسلوب ويعني أداء معين أنت لازم أنك تتوجه إله فيه وتدخل لعالم الطفل أهم إشي أنه أنت تدخل لجو عالم طفل التوحد لأنه إلهم عالم مختلف عننا تماماً إلهم أسلوب تفكير مختلف عننا فالمفروض أنه إحنا اللي نفهمهم مش هنهم اللي يفهمونا وتضمن المعرض مجموعة من الرسومات التشكيلية للأطفال ويعمل الجلري على إقامة مصابقات للأطفال بالرسم والتصوير على مستوى محلي للمدارس بالمملكة ومصابقات للشباب على مستوى دولي لطلاب الجامعات خالد كان أحد طلابي يعني ما شاء الله عليه أنا ما شعرت ولا للحظة أنه بحالة بالعكس إمه معطيته اهتمامي كتير وبتراعي ومشي معه بكل أموره عنده نبيه جداً بحفظ عنده قدرة على الحفظ رهيب جداً لدرجة أنه مرة بطلب بني أمحي السبورة بحكي لي أنا حفظت السبورة ما بدي تستنيني أنا حفظت اللي على السبورة بيكتبه بيقرأ أسئلته لحاله بيجاوب لحاله ما عنده استعبار بيعتمدش على حدا بيعتمد على ذاته بيحاولينه يعزز نفسه بنفسه يقوي مهاراته بحب الرسم بحب بحب الأشياء الأكاديمية أكتر من أشياء اللعب جالري إطلالة الويب ديب تسعى دايماً لتحسين مهارات الأطفال الفكرية والحركية والبصرية وبتوفر مناخ لتمكن الطفل في المجتمع والعمل على تنمية قدراته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة